صباح الورد على حضراتكم مرة تانية فقرتنا الإخبارية هنبدأها مع حضراتكم من الاحتفاء باليوم العالمي لمنهضة العنف ضد المرأة العالم بيعتبره واحد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا والتقديرات بتشير إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم يعني واحدة بين كل 3 نساء تقريبا بيقعد حايا للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتهم والحيات الأزمة الكبيرة تفاقمت في بيقات مختلفة وما بقتش تخص مجتمع معين أو ظروف اجتماعية معينة أو حتى ظروف اقتصادية معينة يدينا بالضبط يا سالمة كمان العنف ضد المرأة بينتشر في كل العالم على اختلاف طباعه وثقافاته علشان كده الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر في كل عام للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم فعليات للتعريف بهذه المشكلة وتمهيد طريق نحو القضاء عليها خلونا نعرف أكتر عن اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وجهود مواجهته من الدكتورة عز هيكل عضو المجلس القومي للمرأة صباح الورد عليك يا فندم صباح النور بس أنا عضو سابق يا حبيب صباح الورد يا فندم صباح الورد يا دكتور عز صباح النور عليك وكله يوم جميلة إن شاء الله بالعطف ولا إذاء للمرأة خلينا في البداية كده يا دكتور يعني قبل أي حاجة أكتر السيدات اللي بيتعرضوا للعنف دلوقت هم سيدات غزة فخلينا في بداية كلامنا نتكلم عن هذا الأمر طبعا يعني كان في جلسة طريق المجلس الأمن كانت بتناقش قضايا النساء والأطفال في غزة وكان فيها ثلاث منظمات دولية منظمة اليونيتيف ومنظمة السكان ومنظمة المرأة وتحدثوا على كم العنف الذي تعرضت له النساء غزة في الخمسين يوم الأخيرة وإن كان عدد الشهداء من النساء والأطفال وصل لسبعين في المية تقريبا وأن المرأة في غزة المرأة الحامل بتتعرض لعنف والمرأة الأم بتتعرض لعنف والطفلة بتتعرض لعنف فطبعا قضية العنف قضية مهمة جدا والعنف له أشكال لكن اللي على الساحة طبعا دلوقتي هو ما يحدث في غزة أما فيه بشكل عام العنف له عدة محاور أو عدة مظاهر فيه العنف الجسدي زي ما تفضلتوا حضراتكم وتكلمتوا عن العنف الجسدي وبيعتبروا أن خسين الإناس من أحد مظاهر العنف الجسدي واللي مفروض يتم وقفها والحمد لله يعني عندنا قوانين وفيه جهود قام بها المجلس القامل للمرأة ومنظمات حقوقية على وقف هذه الجريمة تجاه الأطفال وتجاه المرأة فيه عنف أثري أيضا بتتعرض له بعض النساء وبعض الأطفال يمكن إحنا عندنا قضية العنف مختلفة شوية في شكلها وفي مظاهرها عن العنف في الخارج وهنستغرب أن يعني في بلاد متقدمة وبلاد متحدرة زي أمريكا العنف الأثري نثبته أكتر من العنف الأثري داخل الأثر المصرية لأسباب مثلا الأسر المصرية بيبقى فيها الأهل والأقارب والجران وفيه تدخلات لكن بالخارج حاول يعني بيبقى فيه نوع من الإنعزالية أكتر فالعنف تجاه الأطفال والعنف تجاه المرأة لمظاهر أشده أكثر خطوع لكن فيه مجمله فيه عنف زي ما احنا تكلمنا فيه عنف التنمر وفيه عنف أن المرأة يعني الزوجة مثلا بيبقى فيه عنف تجاهها فيه قوانين حاكمة وفيه قوانين فاعلة متوجدة لكن أهم من كل ده أنا بشوف أن الإعلام والفن والتوعية والتربية عليها دور أكبر ودور مهم وطبعا الخطاب الديني وما يقول إليه فيما يخص قضايا المرأة كنت عايزة أسأل حضرتك كسؤال تاني هل المرأة دور في العنف ولا ده بيكون شزوز أخلاقي من الرجل فقط لا أكيد ممكن يكون فيه عنف ناسوي ولكن بيكون بطفى أقل لأن عنف المرأة طبيعة جسدية وطبيعة بيولوجية مختلفة عن الرجل وطبيعة عادات وتقاليد عنف المرأة بيكون نوع من الانحراف عن المسارع عن النموس الاجتماعي وعن الطبيعة الاجتماعية والنفسية والجسدية للمرأة ولكنه بيكون تحت ضغوط معينة ولا نعتبر هو القاعدة المتوجدة في الاجتماع طب دكتور عزة يعني يمكن فيه نساء كتيرة بيسمعونا دلوقتي ممكن أو يكونوا بيتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دلوقتي فإحنا إزاي نواجه الظاهرة دي وإزاي نقضي عليها وتنصحي أي سيدة بتسمعنا بتواجه الموضوع ده بإيه أنا عارفة إن فيه مكتب للشكاوى يعني موجود في المجلس القاومي للمرأة ممكن يحدث فيه تواصل مع المجلس فيه منظمات حقوقية ممكن برضو ممكن التواصل معيها أنا بتمنى طبعا أن يكون فيه يعني تفهم أكتر طبعا والنهاردة فيه حاجة جيدة جدا حقيقة حصلت في العشر سنوات الماضية يعني إن كان فيه يعني تواجد لشرطيات في مواقع الأقسام الشرطة وفيه طبعا فيه تغيير كبير حدث إن بقت المرأة في القضاء الجالس وكبقت المرأة في النيابة دخلت هذا العام طبعا دي انتصارات رهيبة وعظيمة وحاكمة في قضايا العنف تجاه المرأة لأنه هيكون فيه تفهم أكتر وهيكون فيه يعني نوع أكتر من تنفيذ العدل والقوانين الحاكم صحيح بشكرك شكرا جزيلا دكتورة عزة هيك العضو المجلس القومي للمرأة الصابق شكرا جزيلا